بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سوف نتكلم على البوجيتينج ونأخذ فيها الليكتشور نمبر ايت كنا اشتغلنا على البوجيتد وديسكوستد انتيل ناو تو بوجيتد فاكرينهم كان السيلز بوجيت وكان الكاش كوليكشن بوجيت وتعلمنا ازاي نعمله والنهاردة ان شاء الله هناخد بوجيت واحدة هناخد البوردكشن بوجيت بس عشان المسألة تبقى اسهل بالنسبة لنا فحنا هناخد اكسرسيز الاول نحل فيه سيلز بوجيت وبعد نعمل كاش كوليكشن بوجيت كرفيجن للمحاضرة اللي فاتت وكاستيب نيسيشري تو ميك او بريبير البوردكشن بوجيت يبا لازم يكون عندك الاول سيلينج بوجيت ومنها تطلع البوردكشن بوجيت فتعالا نشوف اكسرسيز عن سيلز بوجيت عندنا كامبني عايزة تعمل سيلز بوجيت اول حاجة عايزين نعرف هي الفترة اللي هتعملها سأدي مونث ولا كوارتر ولا يير هنا بقول يبقى عايزين كوارتر اندينج جون يبقى الكوارتر ده يبدأ منين فكر كده اكيد هيبدأ من ابريل و مايو و جون عشان حينتهي عند جون والكوارتر ثري مونسيز يبقى ابريل و مايو و جون اعمل البوجيت بتاعتي فاضية تمبلت رويل كامبني سيلز بوجيت فور ذا كوارتر اندج جون و امكاتب ايوا البوجيت و احنا عايزين نتعلم اللعبة دي على طول اي بوجيت عايز تعملها اعملها فاضية الاول و حط الكنتينت بتاعتها وبعدين نبدأ نشتغل فاحنا عندنا السيلز بوجيت هي سيلز يونتس تايمز سيلنج بايس ايكول البوجيت سيلز بتاعتنا هتعملها لكوارتر ثلاث شهور يبقى ابريل ماي جون وتعمل التوتل بتاعك وتسميه كوارتر وتبدأ تقرأ اول حاجة احنا عايزينها سيلز يونتس فعلا انا مش عايز فايف مونسيز انا مش عايز فايف مونسيز فهي بالنسبة لي ابريل توينتي ماي ففتي جون ثيرتي واقدر اجمعهم دلوقتي واطلع التوتل كوارتر بتاعي بون هندرد سوذنت ثاني حاجة عايزين سيلينج برايس سيلينج برايس هل التن ده هيفرق لا ده هو في الايه في ثري مالسيز انت ده كوارتر خلي بالك تاني انت ما بتعملش سامميشن لسيلينج برايس لا بتقولش تن بلاس تين بلاس تين لان السيلينج برايس ده سيلينج برايس بير يونت سواء بيعطاها في ابريل في مي في جون فهي بتسوي تن وبالتالي يبقى الون هندرد ساودنت اللي هما التوتال يونت سولد هيتباعك كل واحدة منهم بكام سيلينج برايس بير يونت بتن فبالتالي ده بيتجمعش انا رادي دلوقتي ان اطلع البودجت بتاعتي ان كل اللي هعمله حضره بسيل زيونت تايمز السيلينج برايس فتطلع ال 200 ساودنت 500 ساودنت 300 ساودنت وعم مجمع سواء 200 بلاس 500 بلاس 300 أو 100 ساودنت اللي اتنين يطلعوا نفس الرقم فيطلع لك 1 مليون دولار يبقى البودجت تسيل طيب بعد ما بتعمل السيلز بتيجي البودجت نمرة اتنين number two is expected cash collection budget انت محتاج فيها حاجة مهمة جدا فاكرنا ال collection pattern محتاجين ال collection pattern بيقول لي يعني ما عندناش cash sales كله هيتطبق عليه البترن دوت او terms date عندنا 70% collected in the month of sale 25% in the month of following the sale 5% uncollectable وبالتالي انا هشتغل على دول بس 70% in the month 25% in the next month وديت البترن بتاعتي اعطيني كمان معلومة in April March 31st accounts receivable balance 30 southern will be collected in full ده معنا ايه؟ مش انت كل شهر بتحصل 25% من الشهر القبلي؟ مش فاهم مش انت لو عندك دلوقتي sales لجانوري هتاخد 70% collected at January وال25% امتة؟ في الشهر اللي وراه؟ يبقى لما تيجي للشهر اللي وراه انت هتحصل 25% من sales من ال previous month هو ده ال previous month amount 30 الف دولت دولت هيتحصلوا ده بتوع شهر ايه؟ March End of March والcollected in April على موم حنركز عليه لما نجي نعمل ال budget ال budget بتاعتنا اسمها cash collection budget نيمو the company cash collection budget for the quarter دعني هنفس الفترة اللي اشتغلنا عليها sales budget End of June فكتبت ال April May June وحطيت هنا الشهور بتاعتي ايه الشهور بقى ديت؟ ده حسب البترن بتاعتنا البترن بتاعتنا كانت اتنين بس 70% و 25 ابدأ بالشهر بتاعك ده April وده April طبعا ديت الايه؟ ده sales budget اللي احنا عملناها من شوية تعالى نبدأوا بابريل ابريل يتحصل امتى؟ هيتحصل في شهرين هيتحصل 70% منه في ابريل و 25% منه في ماي فضلك 5% عاوضك على الله بابريل حلو قوي يبقى انت دايما لما بتيجي تعمل cash collection budget start with the first the first month of the budget انت بدأ هنا ابريل ابدأ اشتغل من هنا ابريل وبعدين ابدأ اطلع سنة فوق الشهر اللي قبليها March End of March هيتحصل امتى؟ هيتحصل في ابريل اللي هو ده عشان كده احنا في شهر ابريل هنحصل 30% بتاع الشهر اللي فات ونحصل 70% من السيلز بتاعت ابريل جميل اوي في حاجة تانية؟ مفيش خش على الشهر اللي وراها ماي اكيد يقول start collect the sales of may امتى؟ انت هتبيع في may تبدأ اتحصل امتى؟ in the same month يبقى start with may enough لا لسه في 25% هيتحصله امتى؟ في june طب تعاني ابدأوا في june will start collect june sales at a the june يبقى اكيد هتبدأ اتحصله امتى؟ اكيد في june يبقى انا كده بدأت اللعبة بتاعتي من شهر ابريل اللي هو اول شهر عندي طلعت على الشهر اللي قبليه وبعدين نزلت على تحتيه واحد 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 لو اطلب ما خلصه اقدر دلوقتي اجمع فقدر اقولك ان ال quarter مجموعه كده ادي 30 ودول مجموحهم 190 دول مجموحهم 475 ده مجموعته 110 وممكن اجمعهم كده April 170 May 400 June 335 واتفقنا ان total columns of quarter equal لازم must be equal the total of the last row of total اهو فيتلاقوا الاتنين طلعين 905 thousand حلو اوي ده اللي احنا عملنا المرة اللي فاتت طيب يبقى انت خلصت sales budget وال expected cash collection دول completed وانت جاهز دلوقتي تشتغل ايه production budget so you can't prepare production budget without sales budget لازم الاول يكون عندك sales budget عشان تقدر تعمل منها production budget فكرتها سهلة جدا هي بتتعمل عشان نحدد how many units we will produce number of units will be produced assemble production and production must be made budgeted sales with desired ending inventory must meet budgeted sales with desired ending inventory it desired ending inventory ده الشركة بتستهدف targeted budgeted sales plus ان يبقى عندها في المغزن بتاعها في الويرهاوس ending inventory تحسبا ان يحصل لك في الااااا في الانفنتوري بتاعها تحسبا ان ممكن ما بيعد تزيد شوية فمبقاش عنده مغزون فهو بيحط شوية كده احتياطي للظروف ده بيسموه desired ending inventory طبعا دوت traditional thinking ده تقليديا كانوا بيفكروا في كده ان يبقى دايما عندي بضعف المغزن لكن دلوقتي ان شاء الله ما هتخشه سنة تالتة وتدرسه budgeted بطريقة مختلفة شوية وتدرسه cost accounting ومانجيريال اكاونتنج الادفانسد بتاعها هتعرفوا ان احنا بنتكلم عن حاجة اسمها just in time وده بيقولك انك حاول اقل للending inventory as you can لدرجة انه عايز يوصل ان الending inventory بتاعه يبقى zero لكن احنا بنشتغل لسه على traditional thinking وان ال company بتاعتنا desires ending inventory يبقى ال production budget بتاعتنا هي list the number of units ودي المسألة مهمة جدا we are dealing with units عدد number of units that must be produced هننتج قد ايه during each budget period يبقى هدفك الاساسي انك تحدد number of units to be produced بس عشان تكافر حاجتين sales needs ودي جاية منين the forecasted من ال budget بتاعت السيلز بلس حاجة جديدة مهمة اسمها desired ending inventory الشركة عايزة تنتج اللي هتبيعه واللي عايزة تحطه في المغزن after the sales يعني انا السنة الجاية عايزة بيع الف ويبقى عندي في المغزن بعد ما بيع كمان مية او مرايح انتكت الف ومية اغطي السيلز واغطي ال desired inventory inventory يبقى طب شكل ال budget عامل ازاي في فورملا كده حلوة قوي تحفظها زي اسمك بتقول ايه بتقول ان ال budget sales هي starting point بتاعتك بتاخدها الاول هاي sales needs دي اسمها ال budget ايه sales تحط عليها plus desired ending inventory يتسمى الاتنين total production needs دي مجموع ال production units اللي انت عايز تنتجو طب انا دلوقتي عايز budget sales 1000 desired 100 يبقى total production needs بتاعتي 1000 and 100 بس انت عندك في المغزن من الشهر اللي فات ايه اللي من الشهر اللي فات ما هو ال inventory دا وتمشكلته ان يبدأ معاك اخر الشهر اسمه ending وبكرة الصبح يبقى اسمه beginning فلما يجي حد يسألك يعنيه ال beginning inventory تقوله دا ال inventory بتاع النهاردة الصبح اكتش له متولدش النهاردة الصبح هو كان ending inventory مبارح بالليل نام وان الصبح لقى نفسه beginning inventory غيروا اسمه بالليل يسموه ending هو نفسه الصبح يلاقوه موجود في الخزنة زي ما هو او في المغزن زي ما هو فيسموه beginning اديك مثال اوضح حضرتك لو معك خزنة حطيت في الخزنة عشر تلاف جنيه سحبت من الخزنة تامن تلاف جنيه فاضل في الخزنة كام عشرة حطناهم deposit عملنا withdraw ايت ساودنت ال remaining بتاعنا تو ساودنت يسموهم ending inventory حضرتك ايه في الخزنة وجواها كام وروح البيت وتعال الصبح افتح الخزنة تلاقي جواها كام اسموهم ايه اسموهم لا هم والله العظيم اسموهم ending هم ابتوا عن بارح بس النهاردة الصبح هتبدأ النهار بending فاقولك تفاؤلا كده تعال انغيروا اسمو من ending الى ايه يبقى ال ending بتاع البارح هو ال beginning بتاع النهاردة ودي مسألة مهمة جدا ال beginning ما يتولدش beginning ال beginning بيبقى ending تاني يوم الصبح يغيروا اسمو يسموه beginning يبقى لو خدنا شلنا منها ال beginning inventory ده اللي موجود عندي في المغزن يطلع لي طب حلو ايه تعال نشوف اللعبة دي هنلعبوها ازاي تعال نكمل على نفس الشركة بتاعتنا ال real company ال real company wants ending inventory يعني عندها desired ending inventory عايزا يبقى 20% of the following month's budgeted sales ايه ده بقى يعني ايه دي هيقولك انا عايز اعمل production يغطيلي حاجتين يغطيلي السيلز بتاعت الشهر ده plus 20% من الشهر اللي وراه following month's budgeted sales عايزي بقى عندي جوا المغزن production يغطيلي السيلز اللي هبيحها وبعد المبيع يغطيلي 20% من السيلز بتاعت الشهر اللي جاي تعال نشوف ازاي حلعبها دي يغطيلي بيقوللي انهاند يعني ايه امتى يبدأ اسمه ايه اسمه اندنج يبقى هو نفسه مين مبارح بالليل كان عندي لما افتح الصبح جميل تعال نلعبوا اللعبة ركز قوي على السلايد ده ده شغلنا النهاردة لو قدرت تفهم السلايد دوت انت فهمت الليكتشر بتاعت النهاردة بالكامل ديت شكل البرودكشن بودجت بص لها كده رويا الكمباني بروداكشن بودجت فور ذا كوارتر احنا كنا شغلين على كوارتر اندد جون فعملنا ابريل ماي وجون وكتبنا الكوارتر شكل البودجت اهو حافظه زي اسمي بدجت سيلز يونت يونت اهو مااحنا بنشتغل على يونت فبقول سيلز يونت بلس اندينج انفينتوري يونت ايكول توتل نيت من اليونت مينوس بيجينيب انفينتوري مينوس بيجينيب انفينتوري مليونت يطلع لريكوايرد بروداكشن اف يونت كل البرودكشن بودجت مافهاش فلوس مافهاش دولارس كلها يونت جميل. فباخد يطلع احتياجات الكاملة. طب حضرتك عندك من امبارح او عندي يبقى يطلع طب يلا بينا اول حاجة انا حدني على سيلز باجت. يعني ما تقدرش تعمل بروديكشن باجت. فاكر السيلز باجت كده عاملة ازاي? كده عاملة كده? كان عندك ابل تونتي ساودنت يونيتس. اه اخي اذا ده كانت هناك دولارز. لا اما انا بشتغل هنا على اليونيتس. انا عايز الباجيت سيلز يونيتس. طيب تعني امسكوا ابل. تقدر تقولي تسوي كام من فوق اهي? اهي. يبقى دي تونتي ساودنت. طب تعرف تقولي تسوي كام? اه من فوق اهي. من ففتي ساودنت. طب جولاي مش عايزين ها دلوقتي. لان انا اند جون تيرتي. حلو اوي. طب تجمحهم تونتي بلاس ففتي بلاس سيرتي طلعوا الول هندرد ساودنت. الشكل ده شفناه قبل كده. وانا بشتغل في الباجيت سيلز. طب تقدر تحسب الديزاير اندنج انفنتوري ركز بقى. انا عندي رول. الرول فوق بتقول ايه? بتقول ان الكمباني وانس اندنج انفنتوري ايكول تو تونتي برسنت of the following months budgeted sales. طب انا واقف في ابريل. يبقى انا ديزايرد اندنج انفنتوري تونتي برسنت من مين? العشرة دي. ما انا بسألك. هو الديزايرد اندنج انفنتوري تونتي برسنت من الفولوينج منس budgeted sales. طب هو الفولينج منس budgeted sales يساوي كام? صح. يبقى انت شهر ابريل تاخد توينتي برسنت من مي. مي كان كام? فتاخد الففتي ساوذن طايم توينتي برسنت يطلع عشرة. يبقى انت عايز. يبقى عندك عشرين الف sales plus ديزايرد اني انفنتوري عشرة. طب تعنجربوا نفس اللعبة مع مي. مي السيلز بتاعها 50. طب هي ديزايرد اني انفنتوري قد ايه? توينتي برسنت من جون صح. تونتي برسنت من جون. فيبقى فعلا. وفي جون sales 30 ساوذن تايم توينتي برسنت. طب مين يعرف يحسب ديزا? جون يبقى اكيد. هتبقى من الشهر الوراه. الشهر الوراه هو مين? جولاي تونتي برسنت. تونتي برسنت. تونتي برسنت. تونتي برسنت. طب نجمع. تجمع ايه? نجمع الاندنج. لا الاندنج ما بيتجمعش. ليه? اصلا حضرتك مش واخد بالك من حاجة. الابريل اندنج ده مات. يعني ايه مات? هو كان انده في ابرل. ومات. وبعدين حل محله اند وف مي ومات. وبعدين مين اللي فاضل? الاندنج اف جون. يعني حضرتك اللي فاضل عندك في الاند اف كو لو سألتك بعد تلت شهور ابريل مي اند جون. اللي موجود في المهاخزة النهار ده كام? اكيد هو الخمس تلاف عشان كده. الخمس تلاف ديت هي الانفنتوري اف دا ايند اف دا كورتر. مش مجمعهم. ده الخمس تلاف دي اسمها اندنج انفنتوري اف دا كورتر. كان موجود عشرة وماتوا. طلع عليهم النهار وماتوا. الاندنج انفنتوري عمره ليلة. يعني يتولد بالليل ويموتوا الصبح. يتولد بالليل يبقى اسمه اندنج انفنتوري الصبح يغيره اسمه يبقى ويموت. الستة دولت بتوع ماي كانوا انده في ماي. تاني يوم الصبح اللي هو ماتوا. عشان كده مهم جدا انك تاخد بالك ان الكورتر اندنج انفنتوري هو الاندنج انفنتوري اف دا لاست منس. اندنج انفنتوري اف دا لاست منس. طب تعالي انطلعوا التوتل نيتس ده ده عملية سهلة ده احنا هنجمع تونتي وتن بثيرتي. تقدر تجمع اه طبعا. يا اما جمحهم من هنا. يا جمحهم من هنا. هيطلع مجموع الاتنين مية وخمسة. فعلا لو جمعت من نحية دي. يطلع وانا هندريد ام فايف. لو جمعت من نحية دي طلع وان هندريد ام فايف. صح? لا والد. طب جمع كده. وفيفتي ادي كده اه اتي سيكس اتي سيكس وثيرتي فايف ماش مية وخمسة. الله 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 ايه ده? اصلا حضرتك نسيت. مش انا قلتلك ان التن ديت والسكس دي ماتوا. التن دي ماتت. والسكس دي ماتت. عشان كده التوتل نيتس دي دي الشهر ابريل. لما جينا في مي عندنا توتل نيتس جديدة. فيفتي سيكس. لما جينا في جون عندنا توتل نيتس جديدة. ثيرتي فايف. لكن ككوارتر هو كان عايز يبيع خلال التلات شهور وان هندرد ساودنت. وعايز الاند اوف كوارتر يفضل فيه كام? فايف. يبقى دي لازم تتحسب على خانة الكوارتر قول لي. دونوت. ها? ها? سميشن. ذرو اوف توتل نيتس. وهكتب هالكونوت بعد شوية. طب يلا نجيب البيجيننج انفنتوري. هو البيجيننج انفنتوري اسمه الحقيقي ايه? اسمه اندنج انفنتوري اوف دا بريفياس منس. بتاع الشهر اللي فات. طب انا وقف في ابريل. تتخيلوا. بيجيننج انفنتوري في ابريل يبقى ايه? ايه ده? جبتها منين دي? جبت لاربع تلاف دي منين? طب ركز كده شوية. لو انا قلت لك هنا في شهر مارش. تعرف تحسيب لي بتاعه? هتقول لي اه? من الشهر اللي وراء? طب ما الشهر اللي وراء مين? ابريل. وبالتالي ده يبقى هو كان هنا لكن لو حبيت تحله او تحسبه سهلة. هو من الشهر اللي بس هيكت هنا ايه? لكن اقدر احسيبها طبعا لان شهر اللي بتاعه بيتحسب عن طريق من يطلعه فور سود. طب جرب دي. نحن عايزين البيجيننج اوف ميه. هو البيجيننج اوف ميه بيجي منين? فكر يا واد. صح? هو الاند اوف ابريل. هو العشر تلاف دي? فاند اوف ابريل ينزل يبقى بيجيننج اوف ميه. طب تعرف تجيب دي? جون. عايزين نجيب البيجيننج افنتوري في جون. بيجيننج اوف جون هو نفسه? صح? الاند اوف ميه. طب ركز بقى. دي هتغلط فيها? هتغلط. طب يركز كده. عايز البيجيننج افنتوري لكوارتر. عشرين الف. اذا جيبتها ازاي? اولت اربعة وعشرة وستة. ممكنش حد قوله. غلط. خلي بالك انت بتشتغل هنا على كوارتر. عايز تعرف الانفنتوري. of the beginning of the quarter الbeginning inventory يعني الكوارتر ده لما بدأ كان عنده beginning inventory كام صح الاربع تلاف دول عشان كده تلاقي الاربع تلاف دولت هم الانفينتوري of the first month of the quarter اهو ده الفيرست يعني لما الكوارتر بدأ كان عندي جوال مغزن اربع تلاف فمهم جدا الرقمين دولت رقم الاندينج انفينتوري ورقم البيجينينج انفينتوري في الكوارتر البيجينينج انفينتوري في الكوارتر هو البيجينينج انفينتوري الاول شهر الاندينج انفينتوري الكوارتر هو الاندينج انفينتوري الاخر شهر وحكتبها لك برضو نوت عشان ما تنساش ابدا كده انت جاهز تطلع الريكوارد بروداكشن هتعمل ايه هجمع او هنا هطرح لان دي لس 30-426 دي 26 units الريكوارد تو بروداكشن في شهر ايبري يعني شهر ايبري ان المصنع يشتغل وينتج 26000 يونت طب شهر ماي ينتج كام ينتج 56-10 فينتج 46 مع انه هيبيع 50 تعرفوا ازاي هقولك هو كان عنده اول الشهر 10 صح اه وحينتج 46 يعني مجموحهم كام 56 هيبيع منهم 50 ويخلي في المغزن 6 طب تعرف انجربوا دي كمان ونفهمها بالراحة ركز يا وات ادي 35-6 equal 29 حضرتك حتنتج 29 في شهر ايه جون عندك في المغزن في البيجيننج كام 6 مجموحهم كام 35 بيع منهم 30 يفضل لك ending 5 very good طب تقدر تقول لي الريكوايرد بروديكشن هنا في الكوارتر اه طبعا هتجمع دول ولا تطرح دول اطرح دول طب انا عايزك تجمحهم كده وتقول لي يساوي كام 26 و 46 ادي 72 72 29 ايه ده دي زبطت طلعت 101 يبا دي مظبوط اه دي مظبوط لانك انت حتنتج هنا 26 حتنتج هنا 46 حتنتج هنا 29 مجموعة الانتاج اللي انتج بتاعك هو 110 يبقى البودجت دي بتلغبط البودجت بتلغبط قوي في خانة الايه في خانة الكوارتر لازم تعرف ان في حجبة الجامع اول رقم واخر رقم بس اللي بتجامعه اول رقم واخر رقم بس اللي بتجامعه بقيت الارقام تركز بقى ان الفايف دي اند اوف كوارتر يبقى the last month of the quarter جون الاربعتلاف دي الفورساودن دي دي البيجينينج اوف كوارتر يبقى البيجينينج منز اوف كوارتر ماشا شباب طب جميع طيب تعالى ناخد كده شوية نوتز دي مهمة جدا تركز عليها قوي اول حاجة ان المين objective of the production budget هو determine the number of production units required عشان كده يبقى production budget is in units only ما فيهاش فلوس ما فيهاش دولارز just in units بتاخد sales units ending inventory units beginning inventory units تطلع لك ال production in units مهم جدا ان البيجينينج انفنتوري of the current months ماله ركز فيها قوي دي beginning inventory of the current months اتولد امتى مبارح يبقى هو نفسه اتي the ending inventory of the previous months طب ايه كمان ان الكوارتر بقى ده اهم خانة عندنا اهم كولوم ان الاندينج انفنتوري of the quarter is the ending inventory of the last months of the quarter يعني ابرل ماي جون يبقى الكوارتر بتاعي end of june صح كده يبقى الاندينج انفنتوري of the quarter هو الاندينج انفنتوري of june طب اي رأك في البيجينينج العكس beginning inventory of the quarter is the beginning inventory of the first month of the quarter ابرل ماي جون يبقى الشهر الاولان هو ابرل يبقى البيجينينج انفنتوري of the quarter is the beginning inventory of the ابرل very good والغلطة اللي ممكن تغلط فيها عشان نمنحها to prevent error of aggregations الكولومز بتاع الكوارتر aggregate all its number from column only يعني ما تجمعش ارقام خانة الكوارتر الا من الكوارتر كولوم عشان ما تغلطش لان في حاجات حتطلع لك غلط لو جمعت البيجينج هيطلع غلط لو جمعت الاندينج هيطلع غلط لو جمعت ال total needs هتطلع غلط عشان تريح نماغك يبقى الكولوم وف كورتر اجريجيت all its numbers from its column only من الكوارتر كولومز طيب اه طيب ما تجي نجربه كده كم سؤال ونشوف هنعرف نحلو ده لأ احنا متفقين لما يكون عندنا سؤال بنقرأ الكوارد الاول how many units of product a must be produced must be produced يبتكلم على ايه must be produced يبتكلم على اني budget production budget during the year هنا هيشتغل على budget لمدة سنة ولا تفرق معايا شهر زي كورتر زي سنة يبقى شكلها هيعمل كده ادي اسم ال company بتاعتي ادي production budget لمدة سنة for the year واكتب البودجت من دماغي اهم حاجة انك تحل السؤال قبل ما تقرأه انت قريت required يبقى نمرة واحد read the required نمرة اثنين solve the exercise حط السليوشن بتاعك حط الفورم اللي هتلعب معاها وتشتغل بها فهنا بنتكلم على production budget يبقى حنقول budgeted sales for the year ليه اصلي for the year desired ending inventory يبقى اخر السنة ending inventory of the year of the year total needs for the year beginning inventory of the year يطلع required production for the year very good وهنا بنشتغل بـ number of units لان الـ production budget ما بتشتغلش غير على units يبقى number of units for the year number of units for the year ونبدأ نرى السؤال من اول كلمة كل حاجة نحطها في مكانها على ما نوصل لاخر السؤال الفلسطوب بشايفها دي يكون السؤال تحل تعال نجرب on january first partners company has the january first يبقى beginning inventory ولا ending january first يبقى beginning eight thousand units of product a on hand يبقى دوات inventory beginning ولا ending beginning احطه في مكانه مكانه فين ادور كده اهو فمحطه اصاده بالظبط يبقى beginning inventory for the year eight thousand during the year the company plans plans يعني budgets يعني خططت يعني forecasted يعني estimated plans to sell thirty thousand units يبقى اسمها ايهنا اسمها البوجيتد sales for the year ادي thirty thousand and plans خططت برضو estimated desired to have six thousand five hundred units on hand at the year end يبقى ده inventory end or beginning at the year end يبقى ده ending inventory بتاعي that desired ending inventory for the year طب تسأل خلص وانا كمان حليت اجمع بقى thirty thousand plus six thousand five hundred يطلعوا thirty six five hundred تشيل منهم eight thousand يطلع لك twenty eight five hundred خطر اجابتك الصح اه ده هي نمرة ايه بقى بتاعي العملية سهلة جدا لو انت حافز دي هتقول لي احفز ولا لا فهم لا تحفز اللي انت فهمه يعني ماينفعش تبقى فاهم وما انتش حافز انت لازم تبقى عارف ان بتاعك بيساوي budgeted sales the desired ending inventory minus beginning inventory طيب تعا نجرب كمان سؤال طيب تعا ناخد example كمان بندور على ايه لأول بندور على required طب تعا نقرى required دي كده بتاعنا how many units should be produced during the first quarter يبقى هنشتغل على first quarter should be ايه produced يبقى انت طالب منك production budgeted يبقى مهم جدا انك تحدد في السؤال انهي budget مطلوبة هنا should be produced ودي production budget ادي production budget budgeted for the first quarter لانه اقيل هنا for the first quarter desired ending inventory equal total needs شيل منها beginning inventory طلع required شغيل كل ده على ايه على first quarter only وتبدأ تقرى السؤال من اول كلمة على ما توصل لاخر كلمة اللي اشايف الفلسطوب دي اكون انا خلصت تبقى نجربه كده company sales budget with the following information عندنا four quarters وعطيني sales بتاعه دي sales budget i can't prepare production budget without sales budget يبقى دي first quarter 60 حطاه في اندي the budgeted sale for the first quarter اهي second third or first مش عايزهم انا شغال في quarter واحد inventory at the beginning of the year beginning of the year inventory يبدأ ايه beginning inventory بتاعي بال minus 18 thousand the finish goods inventory at the end of each quarter equal thirty percent of the next quarter budgeted sales يعني ايه يعني انا ما تحب تقف في quarter وتحسب ending inventory بتاعه هو thirty percent من next quarter من second او third او اللي وراه يبقى first 30% من second second 30% من third وهكذا طب انت عايز هنا بقاني واحد انا عايز first وانا واقف في first quarter ending inventory equal thirty percent of the second quarter فعلا يبقى second quarter sales حضربه 30% 80 thousand times 30% يطلع لي 24 thousand desired ending inventory اقدر اطلع total needs ما خلاص يسؤال خلص خلص لما وقفت هنا هجمع يطلع 84 شل منهم 18 يطلع لنا 66 اختار اجابتك الصح طب كمان سؤال the following information relates to minorica manufacturing corporation for the next quarter the next quarter january february march how many units should the company plan on producing for the month of february هنا طالب شهر واحد بس بس how many units should be produced يبقى انا بتكلم على production budget add the budgeted sales for february شمعنا february ما هو طالب month of february وبعدين عندي desired ending inventory يطلعوا total needs شل من النوم beginning inventory يطلع لك required production ما تنساش the desired ending inventory for february with the beginning inventory for february يلا نيرى السؤال ده sales in units expected sales in units ده شهر يدلوقتي february تاخد بتاع february 390,000 عايزين desired ending inventory بتاع مين بتاع february given اطلع التوتال نيتس اه طبعا 420 طب ال beginning ركز بقى ال beginning بتاع شهر february يبقى هو ايه ركز beginning february يتولد امتى صح ending inventory في جانيوري طب ده عندنا اهو desired ending inventory في جانيوري 28 فيطلع لنا required بتاعنا 392,000 ده required بتاعي اختار اجابة الصح ادور عليها هنا اهي تبقى الاجابة بتاعتنا هي سين يعني ان شاء الله تبقى محاضرة سهلة ولزيزة وان شاء الله كده هنزل لكم homework تحلوا عليه وربنا يوفقكم ان شاء الله واشوفكم على خير سلام عليكم اشتركوا في القناة